المزيد من النقاش والتحليل حول رسائل حسن نصر الله التي أطلقها اليوم في كلمته أرحب يضافي من بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد أسعد بشارة سيد بشارة أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاينيوز عربية وكيف تنظر إلى كلمة نصر الله اليوم وكيف يفهم حتى تراجع نبرة الخطاب هذا الأسبوع بس الخير زميلتنا تسابيح ومصد خير للمشاهدين سكاينيوز الكرام شكرا لك طبعا هذه اليواشي معادلة جديدة اختلفت تماما عن اللحظات الأولى لاغتيال فؤاد شكر وبعد ساعات اغتيال اسماعيل هنية في طهران كان من المتوقع أن يحصل الرد سريعا خلال 48 ساعة لكن طبعا أن يغطي الأمين العام لحزب الله عدم تأخر الرد واليواش يواش غنيت فؤاد المهندس مع شويكار وكأنه يجنب طهران يحاول أن يجد مخرجا لطهران أن طهران تتواصل مباشرة مع الأمريكيين وتهندس أو تدوزن تحاول دوزنة ردها على وفق معادلة عدم خرق الخطوط الحمر وتجنب رد اسرائيلي بالمقابل لذلك كلام نصر الله عن أن هذا الانتظار هو عقاب وخروج عن الموضوع ومحاولة تمويه على القضية الأساسية رد حزب الله ينطلق من غرفة عمليات في طهران وليس من بيروت رد حزب الله ليس قراره عند السيد حسن نصر الله هو قرار إيراني متكامل يوزع الأدوار ويكلف الرد حزب الله والحوسي أو الحجد الشعبي ويجنب بشار الأسد هذا الرد طبعا لمصالح مع روسيا وتفاهمات مع روسيا وبالتالي تأخر إعلان الموقف هو انتظارا لما سيحصل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية التي تحتفظان إلى الآن بخطوط مباشرة نفهم أنه تسرع في خطابه الأول برفع السقوف عاليا سيد بشارة بأن الرد سيكون مرحلة جديدة سيدخل فيها حزب الله مع إسرائيل بأن القادم سيكون مختلف كون إسرائيل هذه المرة مست بالهيبة والشرف والسيادة الإيرانيين هل الرجل تسرع أم تراجع الآن تسرع قبل أسبوع أم تراجع الآن لا لم يتسرع وكان مجبرا على رفع السقف على وقع الاغتيالين الذين حصلوا ولكن لديه المخارج الدائمة أمين عام حزب الله لديه القدرة على إيجاد مخارج لتطمين البيئة ولزرع أهدف وهمية ولتأجيل الرد واختراع معادلات على طريقة المهدئات منها أن إسرائيل هي معاقبة اليوم فيما علينا أن نسأل نحن كلبنانيين أيضا بعيدا عن التحليل أليس لبنان معاقب؟ يعني أنا مطار بيروت يعج بعشرات الألاف المغادرين كل يوم الموسم السياحي ضرب نهائيا عشرات ألاف اللبنانيين الذين كانوا يزورون أهلهم هربوا وغادروا من لبنان العقاب هو عقاب للبنان بشكل كبير وكبير جدا أليس هذا في الحسبان؟ لندع هذا الموضوع جانبا ولكي نقول أولا وضع المعايير الذي وضعها اليوم نصر الله في خطابه بأنه يجنب إيران وسوريا التدخل المباشر أن سوريا غير ملزمة وإيران غير ملزمة إلا عندما تغتال إسرائيل قادة الحرس الثوري طيب لماذا فأزا ما هو مصير وحدة السحات؟ هل هي أكذوبة كبرى وحدة السحات؟ هل هي أكذوبة كبرى أن هذا المحور يعمل بطريقة متناسقة؟ فيعود لحركة حماس أن تدفع الشعب الفلسطيني وتدفع هي أيضا الثمن الهائل لحرب طاحنة فيما المحور الآخر يعني حزب الله وطهران يتوليان جبهة مساندة من الحوسي ومن حزب الله يكتفيان بها وتترك الجوانب الأخرى لقدارها فبالتالي هناك ثغرات وتناقض كبير وهناك تدفع للبنان ثمنا غاليا وغاليا جدا باعتباره أنه تحول بقرار من حزب الله بقوة يعني غير فوق قوة الدولة إلى مسر عمليات لطهران وقد حوله نصر الله إلى مسر عمليات لطهران ولبنان يدفع الثمن المؤيدة لحزب الله تدفع الثمن والأثمان تدفع في العراق وفي اليمن وفي كل المنطقة التي تطمح إيران لترسيخ نفوذها عليها هو طبعا اليوم حتى التحليقات ذهبت بعيدا في محاولة تحليل لغة الجسد لحسن نصر الله وأنه بدأ منزعجا تماما كما كان قبل أسبوع على عكس خطاباته الأولى بعد اندلاع هذه الحرب اليوم عندما يقر بأن اغتيال هنية اغتيال فؤاد شكر هو إنجاز إسرائيلي بغض النظر عن قوله أنه لا يحسم المعركة ولكن هذا الاعتراف ماذا يعكس برأيك؟ هذا الاعتراف يعكس نوع من الاحتراف في محاولة تطبيع مع ما حصل يعني لا يمكن لشخص كنصر الله يتميز بهذه القدرة على المنبر أن يضرب بعرض الحائط أن ما حصل هو كارثة على حزب الله بالتالي اعترف بأن إسرائيل حققت إنجاز ولكن وفي المقابل هذا لن يحجب على الإطلاق أن هناك فجوة كبيرة تسبب بها نصر الله شخصيا كيف؟ عندما يقال لهذه البيئة أو لهذا الجمهور أن إسرائيل أوهم بيت العنكبوت ثم تقوم إسرائيل باغتيالين بهذا الحجم للقائد العسكري الأساسي في حزب الله ويتأخر الرد ويحتسب الرد بالدقائق والساعات وكيف يمكن أن يكون الرد بحيث لا نستجلب الحرب عندما يتم الاستعراض بأن الحزب قادر على أن يواجه حربا متكافئة مع إسرائيل ثم يتبين فيما بعد اغتيالات وراء اغتيالات وراء اغتيالات ولا يتحصل الردود بالطريقة المتناسبة ولو بالحد الأدنى هذه الفجوة التي يعاني منها نصر الله والتي أدت إلى ظهوره بهذا المظهر ليس هناك أدوات لإيران لكي ترد بالشكل المناسب على إسرائيل هذا انكشاف للخطاب والسردية وهنا المأزق الحقيقي لإيران إيران تسعى إلى الاحتماء بالجهود الأمريكية لمنع تعرض لحرب منذ العام 79 إلى اليوم لم تقم بأي مواجهة مباشرة لا مع أمريكا ولا مع إسرائيل بعد ضربة اغتيال قادرة الحرس قامت بمواجهة ألعاب نارية في السماء وأعلمت أمريكا مسبقا بأنها سترد في التوقيت كذا وبالحجم كذا أيضا فعلتها عندما اغتيل الرجل الثاني في النظام قاسم سليماني أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها سترد ب 15 صاروخ على عين الأسد ولن تصيب عين الأسد وبالتالي هذا يرسم حدود القوة الإيرانية في المنطقة شكرا جزيلا لك ضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد أسعد بشارع على هذه الإضاحة القيمة معنا أشكرك